السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة اكلة فضيعة اكلة بجد طحفة جدا ما شاء الله من الاكلات اللذيذة وان شاء الله النهاردة هنعملها بطريقة سهلة مقادير كمان سهلة وان شاء الله ان شاء الله هتنال اعجاب كل اللي هيدقها النهاردة هنعمل المندي بس بطريقة سهلة وسريعة علشان تعمليه على طول وما ياخدش منك وقت تعالوا بينا يلا نشوف ما قادرنا هنحتاج فرختين مسلوئين او فرخة على حسب الكمية اللي انت عايزاها لتدبير الفرخة هنحتاج ملح وفلفل معلقة كبيرة من بهارات المندي ومعلقتين كبار من الزيت معلقتين كبار عصير لمون رشة ارفة ورشة زعفران علشان نتبل بيهم الفراخ وتعالوا بينا يلا نشوف هنتبل الفراخ بتاعتنا ازاي في البداية انا هنا عندي زعفران شعر طبعا هو مش متوفر كتير او بيبقى تمنه غالي فممكن نستخدم بودرة الزعفران يبقى اللي عنده ده يستخدمه ينقعه في شوية مية سخنين ولو ما فيش طبعا هنجيب بودرة زعفران من العطار هتدي نفس التأثير هندوبها برضو في معلقتين مية وابدأ احط بقى الملح والفلفل في طبق كبير وهضيف عليهم معلقتين كبار من عصير اللمون معلقتين كبار من الزيت معلقة كبيرة من بوهرات المندي ودي موجودة عند العطار هتقولي لو انا عايزة بوهرات مندي هيدالك على طول ورشة من القرف ودي الزعفران بعد ما تحلف المية واخدنا اللون الاصفر الجميل هضيفه طب لو هنحط بودرة زعفران هنحط حوالي نص معلقة صغيرة تمام هنقلب كله مع بعض كويس جدا جدا وهبتدي اجيب الفراخ المسلوقة وطبعا كلنا بقى انا عارفين نسلق الفراخ ازاي ده طبعا لحبيبي الصغيرين في السن في فيديو لطريقة سلق الفراخ عشان تديكي طعم وشرب هيلين جدا هبدأ اخد من التدبيلة وتبل بيها قطع الفراخ بالشكل ده كده بقى احنا عايزين بس نغير طعم السلق بتاعها وندلها طعم اقوى ولذيذ وهكذا لغاية ما خلص كل قطع الفراخ زي الفل خلصنا خلاص هسيبهم بقى يتتبلوا ويعودوا في التدبيلة دي لغاية ما بدأ اعمل الرز واجهزه الرز بتاعنا على حسب كمية اللي انت عايزاها دول اربع كبات من الرز البسمتي الدهبي المخسول ومنقوع نص ساعة جزرتين مبشورين بصلايا كبيرة مفرومة عندنا كمان بقى البهارات بتاعتنا هتبقى مكعب مرقة اتنين فلفل حامي معلقتين كبار زبدة ملح وزيت وعندنا كمان عدين قرفة واتنين لومي واتنين ورق لورة وخمس فصوص حبهان وخمسة قرنفل تمام وفلفل اسود حصى هنحتاج كمان ثمان كبيات من الشربة اللي احنا سلقنا فيها الفرخة وهجيب صانية كبيرة هحط فيها السمنة والزيت او الزبدة والزيت علشان ابدأ اعمل الرز تمام ادي البصلايا هنزلها وابدأ اشوحها واحنا بنشوحها كده هنحط معاها البهارات الحصى اللي عندنا زي ما اتفقنا اتنين لومي ورق لورة واتنين قرفة وخمس فصوص قرنفل وحبهان وكمان فلفل حصى ونقلب بقى علشان الريحة الجميلة دي تطلع والكل اللي بيسألوني عن ورق اللورة ان شاء الله قريب جدا نعمل لكم فيديو عن ازاي نزرع ورق اللورة عندنا في البيت لان ده الاخضر ده مزرع عندي في البيت طبعا مختلف تماما تماما عن اللي بنجيبه من عند العطار الله على الريحة بقى الريحة طلع هيلة جدا خلاص دبلنا البصل كويس قوي مع البهارات هبدأ اضيف الرز وهنا زي ما اتفقنا الرز بسمتي دهبي مخصول ومنقوع نص ساعة ومتصفي طيب انواع الرز البسمتي هي كتير طبعا في السوق افضلهم الرز الهندي تمام ممكن تجيبي سيلة او توليدو او ايه تاني يا ربي عندنا كمان الرز السايب الهندي طويل الحبة ده بتلاقيه عند العطارين الكبار انت بتعرفي الرزاية بتكون طويلة ورفيعة تمام ما فيهاش اي الوان يعني مش منقطة مثلا بابيض ولا حاجة هيبقى تطلع معاك هيل جدا بعد ما شوحنا الرز كويس قوي مع البصل والبهارات ابتدت اضيف الجزرتين المبشورين ودول بيد دولون وطعم بجد حلو قوي ومسكر ولذيذ تمام ما تنسوش كمان ان احنا حطينا مكعب مرأة عشان يزود الطعم لو بتستخدمي بتستخدمهاش ما فيش مشكلة خالص هيكفي شربة الفراخ حطيت ملح كمان كده زبطنا الدنيا خالص للرز تمام والريحة هيلة ما تنسوش بقى ان احنا عندنا شربة الفراخ لكل كوباية رز بسمتي هتستخدميه هتحطي له كوبايتين من الشربة ولازم لازم الشربة تكون مغلية خلاص زي الفل هبدأ اجيب ورق الومنيوم وقيسه كده على قد الصينية اللي هستخدمها وابدأ اطبقه تلات مرات او اربعة على حسب في ورق الومنيوم تقيل وورق خفيف انا عايزة تبقى طبقة سميكة من الورق الالومنيوم انا طبقته تلات مرات اهو وهبدأ زي ما نشايفين كده هبدأ ايه اغطي كويس اوي اوي الصينية بتاعة الرز مجرد ما حطيت الشربة شلتها بقى من على النار على طول وابتديت اغطيه وبسرعة بقى القطوة دي لازم ناخدها بسرعة بعد ما اقفل كويس اوي هبدأ اعمل اخران كده بالليستيكس بتاعة الشيش طوق وهرس بقى قطع الفراخ اللي اتبلت بالتدبيلة في اول الفيديو وشربت بقى من التدبيلة بتاعتها والدنيا بقت تمام جدا هرس كمية الفراخ بتاعتنا في الصينية اللي احنا غطيناها كويس اوي بوراق الالومنيوم وعملنا لها خرام والاخرام دي فايدتها ان هي هتخلي البخار بتاع الشربة اللي احنا حطيناها في الرز يبتدي يطلع على الفراخ ويكمل تسويتها نسينا نقول في البداية ان الفراخ مسلوقة تلتين سوى بس مش عايزينها مستوية سوى كامل وبعدين هغطي كويس اوي بقى الفراخ يبقى احنا كده في البداية غطينا الرز كويس جدا بكم طبقة من الفويل وعملنا خرام ورصينا الفراخ وبعدين حطينا بعد ما رصينا الفراخ غطيناها هتخش فرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة وبعد الربع ساعة ههدي حوالي ساعة لربع على درجة حرارة 160 علشان نتأكد ان فراخنا كملت تسويتها والرز كمان استوى بقى زي الفل بعد كده بنحط تحت الشواية الفراخ تحمر وتاخد لون جميل وتطلع بقى رحتها هيلة طيب علشان نكمل بقى الطعم الحلو ده محتاجين ان احنا ندخن الفراخ بتاعتنا يعني اندخنها يعني نجيب فحماية نولعها انا هبتدي رص شايفين مشاكل الرز عامل ازاي هبتدي رص الفراخ على الرز نفسه واجيب بقى الفحماية دي برضو خطوة اختيارية بس بصراحة بتدي طعم حلو جدا جدا للفراخ وللرز كمان حط معلقة سامنة صغيرة في ورقة ألومنيوم وحط فوقها في حماية وابتدي اغطي تاني المندي بتاعنا الجميل ده اللي مااخدش مننا وقت ولا مجهود وطالع بجد طعم وحكاية بعد عشر دقايق تقدري بقى دلوقتي تقدمي المندي بالطريقة اللي انت حباها الفراخ مستوية جدا الرز مفلفل ومستوي جدا جدا والريحة والطعم بجد جبارين شايفين ما شاء الله اللهم بارك دي الرز مفلفل الوحدة بوحدتها ومستوي وعشر على عشر من الاكلات اللذيذة بجد اللي ينفع جدا في عزومة بتبقى غدوة كده محترمة لمة العيلة عليها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله كسبرة الخضرة بتبقى لذيذة جدا مع المندي هنقطعها ونحطها كده مع الفراخ ومع الرز بتدي طعم حلو جدا لو عندك اي نوع مكسرات حبة تضفيه تقدر تضفيه عايزة تضفيه برضو مع الرز وهو بيستوي مفيش مشكلة زي ما تحب دي بقى اختيارات ليك انتي وعلى حسب زوئك عملنا النهاردة المندي بطريقة سهلة وسريعة وطعم بجد في منتهى الجمال ضماننا تسوية الفراخ جدا وكمان الرز مستوي وطعم حلو شارب من شربة الفراخ يارب يارب تكون الوصفة النهاردة نالت اعجابكم ان شاء الله اشوفكم في وصفات تانية بس قبل ما اختم الحلقة او الفيديو اعملوا بقى لايك وشير كتير وسبسكرايب لقناتنا على يوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بسهولة كمان فعلي الجرس علشان يوصلك الفيديوهات اول باول اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة